مالذي من قبل هم مدخل رئيسي للفهم الصحيح ل هذا الاتبوث method او بصير من مدخل رئيسي للفهم الصحيح لكيف نتطور مصيح حيث نتطور مصيح و نتطوره يعني الـform هو إليه الـinterface الذي نطور به نتطور مصيح الـ action نتطور فيها ورائل أو الرياضة فيما أن نتطور مصيح وحيث هذا المتطور نتطوره طريقة كيف نتطور مصيح P.Rqust ترى أول قمة سنضعه هو هل يريدى ال URL ويأتي ال H.P.Rqust ترى الحالة zero tohero.lab slash index ضر الشامل الثاني حالة هو الخط�� مثل مثل هذه الخط�� عام هذه the H.P.Rqust هو الذي يريدما ترى لا أحتاجه P.Rqust يجب علينا أن نضعه الطريقة وطريقة GAT أو POST لديه ميكانيزم الذي سواء نحن نبدأ بالولي التي هي GAT هذا GET الذي هو البرب يحدد لنا الطبيعة للHTB Request التي أريد أن تذهب من الأحسن أن نضيفها Uppercase لكي نذهب على الSpec للRFC يعني هذا ما سوف نقول لسيرفر هذا فرمي هو طريقة كيف سوف نحضره مع السيرفر سوف تقول لي اوكي اذا كان لديك رسورس عندك إندكس دوري الشامل في zero to hero.lab سوف تعطينا هذا الرسورس لا تجد رسورس الثاني الذي سوف نفعله هو نعمر الفورمولار في مجموعة الفيلز الأول هو FirstName والثاني هو LastName هذا الفيلز سوف تشكله على نفوه للURL لكي أرى فرمي فرمي كامل فرمي كامل سوف تجد برسورس يعني إلى FirstName إلى LastName سوف تزايد على نفوه قريبه FirstName تساوي مهدي و LastName تساوي عربا ومن بعد سوف نحضره ركوستنا على السيرفر نضيفه في الفيلد الأول وهو FirstName يعني نضيفه من الفورم ونضيفه في الفيلد الأول وهو FirstName ومن بعد LastName FirstName سوف نضيفه سوف نضيفه ونضيفه ونضيفه ومن بعد سوف نضيفه نضيفه FirstName سوف نضيفه ومن بعد سوف نضيفه ونضيفه بالضغط سوف نضيفه قيمة وهو وبالنسبة للنم سوف نضيفه FirstName هذا الآن يعني في حلق هذا الـ HTTP التي نحاول نشكل هي هذه سوف نضيفه وهو FirstName تساوي ماذا يعني الURL حتى الآن ليس شكل غير حد هنا قبل ما يصفت يعني سأضع LastName هنا نقوم بإذنه لأننا تقريبا نفس الكود و سأبدأ First Last و FirstName هنا سأبدأ LastName يعني دابع كملت Query String كامل وكذلك سأذهب الURL زائد Query String ما هو سأضع أحد البوطن لنضع Send أو لننشعه سأضع أحد البوطن في الأخير نسمى Send Button و نضع Send و نسوف نفسه نرى ما الذي أكتبنا في المتصفح الذي أعطينا سأضع أحد البوطن بعد أن أعطي أحد البوطن سأضع First و نضع LastName و نضع أحد البوطن ب FirstName و LastName نعمل هذه الفورمولار لذلك أربع كيف قمت بإذنه قمت بإذنه سأشكّل شخص من المتصفح الذي سأضع أحد البوطن وسأضع Send سأضع هنا في المتصفح وسأعرف أقلق بأن الستاتيو لذلك القمت بإذنه لم يكن لذلك المشكل لأنه إدكس دوري كان المتصفح التي سأضعنا و الضوء و الضوء وهذا هي و كان FirstName و LastName و نستمتعنا نرى هذا بالدتالي نرى نفسه من المتصفح لذلك قمت بإذنه هي القمت بإذنه FirstName و LastName وستاتيو لذلك القمت بإذنه و لم يكن لذلك المشكل و المتصفح و هناك الهدر للرسپنس يعني الجواب الذي قمت بإذنه هناك مجموعة و بالنسبة لنا الهدر للرسپنس كيف ستصفح لكي نركز على مهم المعلومة هنا لذلك هذا الـ GetRequests من كيف ستصفح البعض سيكون غاوي لماذا؟ لذلك سأضع هنا و سأضع Edit and Resend و سترى أن هذا هو القيم الذي قمت بإذنه LeftShownLow في FirstName و LeftShownTen في LastName تزاعد كQuery String يعني تزاعد من بعد في URL أي قيمة تزاعدها ستزاعد على نبو للURL يعني لا تزاعد أي شيء على نبو Server لا تزاعد Processing في حاله ستزاعد data أو شيء في حالك الـ GetRequests لا تزاعد لذلك Query String الذي يعمل في FirstName تساوي القيمة التي تزاعد على نبو الـ Field و LastName تساوي القيمة التي تزاعد على نبو الـ Field و LastName ما هو هذا الـ Body غاوي الـ Body الآن بالنسبة للـ Post سنجد الكود و في LastName سنبدأ الـ Verbo و سنقوم بـ Post لذلك الميكانيز لا تزاعد لذلك لا تزاعد كل هذه Query String على نبو للURL أو نرى هذا كـ Result على نبو للفيرفوكس سأقوم بإضافة أخرى و سنقوم بإضافة و سنقوم بإضافة و سنقوم بإضافة كيف ترى؟ حسنا الـ Statue Meeting لا تزاعد لا تزاعد على نبو على نبو و سنقوم بإضافة و سنقوم بإضافة بأن الـ Request لديه سأقوم بإضافة مع Query String لا يوجد Query String هنا ولكن Request Body عام في FirstName ستقوم بإضافة و LastName ستقوم بإضافة و فرقهم هذا Ampersand يعني الفرق بين Post و Get بأن Request Body هنا و سنقوم بإضافة وقت لكي تقوم بإضافة بإضافة على نبو للسيرفر لأكس الـ Get Get شكلات لدينا غير و سنقوم بإضافة كRequest لكي تقوم بإضافة بإضافة هنا سنقوم بإضافة في السيرفر لا شيء سنقوم بإضافة للسيرفر لكي تقوم بإضافة واحد المعلومة التي نقدر أن نضيفها هنا في Headers يعني إذا حبطنا على نبي Request Headers في Post أغلق و Headers التي تزيد Content Lanch Content Type Referrer و حتى الـ Host يعني بشيكة Post Request